وقع مؤلم يعيشه هؤلاء السكان من منطقة دويدية بولدية بوغادير في ولاية الشلف سكان يعانون الأمرين ومشاكل تزداد تأزماً مع حلول فصل الصيف نحن سكان دويدية حيسي للخياطي أرانا مغابنا بزا بزاف وراه عندنا المشكلات تعالى المدرسة تعذريتها ليكون أرانا أصباحاً بكروا مننا بشأن قطعوا ولادنا في الطريق يسموها طريق الموت طريق الموت بات يهدد التلاميذ الذين يعرضون حياتهم للخطر عند الالتحاق بالمدرسة الوحيدة في المنطقة القنوات الصرف الصحي أرانا مغابنا بزاف بزاف أرانا ديرين قام طعمر ولكن هذا رايقص المسح على هذا والتالي رايقص على المقابر التحت لولا لا سينيسمو معدناش لابوا بالهاي قدامكم ذراري صغاري قطعوا في الطرقان من نديجاركش تلمشي كيف تالو طوت كيف ديرين هذه الجهات المعنية ذوي جولي نقبل انتخابات نديروكم نعملوكم كلش كلش ما كينوالو كيف ما عندناش قاس دوفيل قاس دوفيل ما وزايا ما زو بصلوش ونستكنو في حي حي حظاري حي حظاري ما عندناش السلطات الوصية لم تحرك ساكناً رغم الوعود المتكررة حسب السكان الوعود كاينة بصحة ولكني حاجة ما متحقت احنا رانا نطالبوا باش نديروا مدرسة ابتدائية والأمر الثاني رانا نطالبوا باش يديرونا القناوات الصرف الصحي لقد باش رانا مغبنا فيها بزاف بزاف ورانا نطالبوا بان يديرونا باسترال على الأقل أولادنا يقطعوا ما يكونش عندهم مشاكل رانا نسوفروا يسر يسر رئيس البلدية اعترف بالوضعية من مشكلة قناوات الصرف الصحي كون المنطقة هذه كذلك محاذية للمقبرة وتلقينا في الحقيقة شكاوي من عند المواطنين واخذينا شكاوي هذه بعين الاعتبار قمنا بالتنقل إلى المنطقة رفقة المهندس الإقليمي للري وقمنا بإعداد بطاقة تقنية في هذا المجال بالذات لكن كلفة المشروع تتجاوز لثمراير سنتيم قمنا بالاتصال بمديرية الري ووعدونا ان شاء الله باش ياخذوا هذه المشكلة بعين الاعتبار أزمة تأخور التنمية المحلية بالمنطقة ليست بالجديدة فمتى تنتفذ السلطات لبرمجة المشاريع التنموية التي بقيت حبيسة المخططات لسنوات